لسه مكملين مع حضراتك واحتفالنا بذكرى استرداد طابة دلوقتي تقرير عن الملحمة الدبلوماسية اللي قامت بيها مصر لاسترداد آخر جزء من أراضيها ورفع العلم المصري على أرض طابة الغالية بعد انسحاب العدو منها انتصار عسكري حققته مصر في أكتوبر في العام 1973 لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي وآخر دبلوماسي لاستعادة آخر شبر من الأرض وهي أرض طابة وذلك عبر التحكيم الدولي الدبلوماسية المصرية لعبت دورا كبيرا في جمع الوثائق وقدمت وزارة الخارجية حينها 29 خريطة بأحجام مختلفة تثبت الملكية المصرية لطابة وقدمت عشرة خرائط من الأرشيف الإسرائيلي نفسه تثبت تبعية طابة للأراضي المصرية فيما قدمت إسرائيل ستة خرائط فقط معركة استرداد طابة من دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي استمرت سبع سنوات بدأت في مارس في العام 1979 مع توقيع معاهدة السلام ورفضت إسرائيل الانسحاب حينها بشكل كامل وقررت الاحتفاظ بالعلامات الحدودية رقم 13 والخاصة بمنطقة طابة أعلنت نصر آنذاك أنها لن تفرط في شبر واحد من الأرض لتبدأ معركة الاسترداد وهنا قررت مصر اللجوء إلى التحكيم الدولي في معركة استمرت لعامين حاولت فيهم إسرائيل تضليل الرأي العام العالمي بأن العلامات التي تم الاتفاق عليها في العام 1906 تم تعديلها في العام 1915 في المقابل قدمت مصر الوثائق والخرائط التي تثبت تبعية طابة للأراضي المصرية وبعد ثلاثة أسابيع من المرافعات أعلن القاضي السودي رئيس هيئة التحكيم الدولي حكمه التاريخي بأن وادي طابة بأكماله وبما عليه من إنشاءات سياحية ومدنية هي أرض مصرية خالصة وبعد إصدار حكم المحكمة بتبعية طابة للأراضي المصرية تم التوصل إلى عقد ما سمي باتفاق روما التنفيذي في 29 نوفمبر لعام 1988 والذي نص فيه على تحديد علامات الحدود الأربعة عشر وفقا للحكم الصادر عن محكمة التحكيم وانسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية إلى ما وراء هذه العلامات فور تحديدها وتم جلاء الإسرائيليين عن طابة في التاسع عشر من مارس لعام 1989 تم رفع العالم المصري واعتبر هذا اليوم عيد تحرير طابة بعد معركة سياسية وديبلوماسية استمرت لأكثر من سبع سنوات